أحمد يعني أنت قلت كلام حل وقوي قوي وخليني أقول لك أن إحنا أبطال الظروف الصعبة إحنا ما قلناش بقى الحاجات اللي خليني نقول إيه يعني ما قاعد حججناش ما قلناش نقول ده فيه إصابات وهو فيه إصابات ما قلناش نقول الملعب عامل إزاي التحكيم عامل إزاي وكلنا شوفنا تعنط التحكيم مبارح كان عامل إزاي لكن رجالتنا في الحقيقة رجالة هنتكلم على اللعيبة اللي شرفونا مبارح بأداءهم في الملعب ولا نتكلم على الجمهور اللي كان في الحقيقة يعني بيدعم المنتخب الوطني كأننا كنا في الاستاد استاد الكاميرون كان كأنه بالضبط استاد القاهرة يعني شوفنا الناس كلها في الشوارع كانوا قد إيه بيشجعوا كل اللعيبة بدون استثناء ما نقدرش نقول إن إحنا النهاردة لعابتنا عندنا لعيب واحد ناقص سواء الباكليفت سواء السترايكر سواء نص الملعب كلهم أيمين بدورهم مفيش واحد فيهم تخازن لكن خليه كمان يا أحمد أوافقك في الرأي عن كيروش كلنا في الأول كنا بنشكك في أداء كيروش وهو يعني أو حنكته في الملعب كانت عاملة إزاي كيروش في الحقيقة كان عنده خطة هيلة إحنا في الأول شوفنا أدتو وهو بيقول إن إحنا في حرب وعد كلمة حرب مرتين سامول أدتو في الحقيقة كان عنده يعني خلينا أقول ما عرفش يعني إحنا شوفنا اللعيبة بتلعب إزاي في الملعب دافع شوية مش رياضي يعني إحنا بيشوف الكرة دي ده المفروض يبقى فيه إخلاق الرياضة يبقى فيه اللعيبة تبقى نازلة بتلعب كرة لكن شوفنا لعيبة برح تضغط على لعيبتنا شوفنا حجم الإصابات اللي إحنا شوفناها في الملعب سامول أدتو كان عاد كلمة حرب مرتين لكن كيروش كان عنده وجهة نظر وحنكة في إدارة المباراة وإحنا نزلنا أول شوت إحنا بندافع عشان نمتص المجهود العصبي والنفسي عند اللعبة أو لعبة الكاميرون والجمهور الكاميروني شوفنا تاني شوت بعد منازل تريزي جي موازين المباراة اختلفت تماما وشوفنا قد إيه هم ابتدى يظهر عليهم التوتر وشوفنا ده على السكرين لما شوفنا سامول أدتو ابتدى يظهر عليهم بعض التوتر وشوفنا حتى في الملعب ما كانش فيه هجمة صاريحة أو هجمة صعبة للمنتخب الكاميروني في الملعب إمبارح شوفنا في الحقيقة اللعيبة وهما بيجوا على نفسهم اللعيبة بتتصاب وبتنزل دم في الملعب لكن بيكملوا المباراة لأنهم في الحقيقة مش خايفين على نفسهم والمحللين من إخواتنا العرب قالوا كده أن احنا شوفنا المنتخبات التانية يمكن اللعيبة خايفة شوي على نفسها غير لعيبة مصر الرجالة اللي كانوا قد المسئولية ومش خايفين غير على المنتخب وبس ألف مليون مبروك رجعت لنا الفرحة مرة تانية وروايح الانتصارات رجعت لنا مرة تانية احتفالات الجماهير كانت في كل مكان وإحنا نستاهل شعب المصري شعب عايز يفرح وإحنا نستاهل الفرحة كل فرحان لأداء اللعيبة كل فرحان لما نشوف اللعيبة تعمل اللي عليها وزيادة ولما نشوف كل الناس في الملعب مقدية دورها بدون تخازل وبرجولة كاملة يا أحمد نقول مين؟ يعني محمد عبد المنعم اكتشاف كيروش الجديد اللي عمل ماتش هايل صخرة جديدة في الدفاع وخد جايزة رجل المباراة عن استحقاق وعن جدارة في الحقيقة يستهلها وأكتر فاتوح وعمر كمال وزيزو متخصص ضربات الجزاء الكل كان قد المسئولية وكمان عايز أقول مرة تانية ومئة ألف مرة شكرا لك يا كيروش عادنا ننتقدك كتير لكن في الحقيقة لما عادنا نقول ليه بتجرب اللعيبة احنا ما كناش عارفين خطتك وراها كانت ايه لكن لما شوفنا مبارح الدم الجديد اللي انت ضخيته سواء لاشين مهند لاشين أو إمام عشور في الحقيقة شوفنا رجالة حقيقيين فرحتونا كلكم بنقول لكم احنا معاكم وفي ظهركم وبنساندكم وان شاء الله الفرحة الكبيرة جاية والحد الجاي ان شاء الله نفرح بالدامنا ونبقى ملوك أفريقيا واحنا ملوك أفريقيا